في هذا الفيديو سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام مراحل نمو وتطور الطفل في عمر الشهر الخامس ماذا يستطيع أن يفعل طفلي هذا الشهر؟ أصبح طفلك الآن أفضل بكثير في التعبير عن نفسه سيظهر لك حبه بمنحك الكثير من العناق والقبولات ورفع دراعيه كل ما أراد أن تحمليه حتى أنه قد يضحك عندما تمزحين معه تجدين أن طفلك يراقبك باهتمام عندما تتكلمين فهو يتعلم المزيد حول كيفية استخدام اللغة وسرعان ما سيتعرف على اسمه إذا كنت تنادينه به متى يستطيع طفل الجلوس بمفرده؟ في هذه المرحلة ينمو طفلك جسديا بسرعة أكبر إذا كنت تجلسينه على رجليك أو تضعينه على الأرض فقد يستطيع الجلوس لفترة قصيرة من دون مساعدة أحد لماذا يردد طفلي نفس الصوت مرارا وتكرارا؟ ما يفعله طفلك الآن ما هو إلا تدريب لمهاراته اللغوية بإضافة أصوات جديدة إلى مخزونه اللغوي من المزعج سماع الصوت نفسه يتكرر على الدوام لكن تحلي بالصبر لأن ما ينتظرك أكثر من ذلك خاصة عندما يبدأ طفلك بالكلام كيف أوقف الضجة التي يحدثها طفلي عندما نكون في الخارج؟ عندما يبدأ طفلك بإثارة الضجة في السوبرماركت يمكنك صرف انتباهه لفترة وجيزة عبر افتعال الوجوه المضحكة أو غناء أحد أناشيد الأطفال قد ينجح معه أيضا التصفيق أو إعطاؤه شيئا ما ليمسكه مثل لعبة مفضلة شكرا على المتابعة راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم منا أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة